السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ورجعت معكم من جديد متتبعاتي بواحد الفيديو ان شاء الله حماسي سأعجبكم جبت لكم النام بجوج الحشوات بجوجهم مع الحين وصراحك هجيوا رائعين بالساف للفطور ديال رمضان ان شاء الله بقوا معي بشرفوا الطريقة والمقادير ونبدأوا على بركتي الله الحشوة الأولى ستكون اقتصادية بمدق السامك والحشوة الثانية ستكون بفرماج ديال كيسو اكيد ديال يجبكم هدله وصفات بجوج ونتمنى اتجربوهم ونبدأوا المقادير على بركتي الله غادي نحتاجوا واحد البصلة مشلدة غادي نحتاجوا الفلفلة حمراء وخضراء مقطعين وغادي نحتاجون سكيلو ديال كفتة ديالبيبي في شوية ديال فرماج الحمر وبالنسبة للشعرية فأنا كنا نرقضها عقدة في الماء بارد بش كتبقى شدالية في الحشوة كتبقى زوينة مكتاجنش وغادي نلوزو ان شاء الله بالنسبة للشعرية فأنا رقضتها هنا مدة ربع ساعة في الماء بارد بش كيف ما قلت لكم باني كان نخدموها هنا مع الحشوة كتبقى طرية وزوينة مكتاجنش هدي نقطعوها قطع صغيرة ونصفيوها من ذاك الماء ونبدأو الحشوة ديالنا كنضيف هنا تدات المعالقة ديال الزيل البلدية يمكن لكم تعملوا بلدية الرومية من الاحسن هنا كنعمل بصلة مشلدة تكون رقيقة وإلا كانت البصلة البيضة نضيف الفلافل بجوج ونبدأ نشحر المكونات ونضيف شوية ديال الملحة ملحة ساب الدوق لا تكتروش لاننا نضيفه منزل الفرماج ونضيفه شوية الزيتون في الاخير ونضيفه لصوص صوجا من الاحسن لا تكتروش الملحة سنغطي للميقلة ديالي ونخليه شوية ديال الملحة ونحركها مرة 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 هنا نضيف التوابل ملعقة كبيرة ديالسكينجبير ملعقة صغيرة ديال ابزار وملعقة ديال الفلفل الأحمر اللي ما بغاهاش يمكن يعودها بالهريسة هنا غضي نضيف توابل شوية ديال توم بودر نصف ملعقة ديالتوم بودر نصف ملعقة صغيرة اللي ما عندوه توم بودر يمكن يعمل واحد دريس ديالتوم يكون صغير ويحكو رقيق صافيه هنا غضي نضيف شوية ديال لصو الصوجة هنا عندي لايت فغضي نخدمها على جوجة يعني ادابة وغضي نعود نديرها في الاخير باش كتعطينا المدق كتوتى بزاف مع التوابل ديال السمك ودرس ملعقة صغيرة ديالتوابل ديال السمك وفي الاخير غضي نضيف شوية ديالتوابل ديال شظنا المكونات تقيت ليسدول او اللادي ونستمر هنا في تحريك البنات باش ما تتحرك لذيك الحشوة كان بقى وتنحركوا يعني وكن نضيف وادي الشعريه الصينية بعدما كنتشوف بانا الكفتة كنت نضيف وادي الشعريه الصينية باش كتشرب لنا المراق كامل اللي كتلق لنا الكفتة والتوابل وكتبقى عندنا ديك الشارية الصينية كتبلي منسمة ودديدة كيفما كتشوفوا بعدما قطعناها قطعة صغيرة كنضيفها دابة وكنبدأ نحرك الكل تكتنسى جملي العناصر كاملة تكتنسى جميل العناصر كاملة نغطي المقلاس ونضيفها تكتنسى جميل وكتر طاب نضيف البطاق ونضيف المقطع حمض المصير يمكن أن نضيف المقطع قطعة صغيرة يتواتب الكثير مع التوابل السمك نضيف الفروماج ثم نضيف الفروماج ونضيف الحشواتت التلقيق جيد ونجعلها تنتبه تماما نأمر بها الورقة نضيف الحشوات الثانية ونضيف الفروماج كيسو هذا الفروماج هذا الالتصوية وفيه المغرب لم يجب ان نأخذ الفروماج لم أجد الالتصوية 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 فأخذت هذا المغرب وصراحة لم يكن لديه فرق كبير بيناتهم حتى هذا بنين وكان نعمل به مرة مرة لما كانت متوفر هذا الاخر الأصلي نقطع هذا الفروماج كيف يكونوا أصابع طويلة بحال هذا الشكل ونقطع القطع كاملة ونبدأ نسمي هذا الفروماج فكيعطيه واحد المادة قزوين صراحة المملاحات دينا كيف ماشتبعد مما قطعت الفروماج ديلي قطع طويلة بحال الأصابع هنا غضي نضيف شوية ديال الزعتر والزعترة كنحكوهم زيان بين الدينة هكذا تكتولي بودر كنحكوهم زيان وغضي نضيف واحد المكوين اللي كيعطي واحد الدبنين بزيسة لهذا الحشوة اللي هو التوابل ديال الكروفيت فكننضيف هكذا واحد شوية من الفوق وكتكون الحشوة ديالنا الثانية موجودة سهلة وبسيطة ولكن ديدة بزيسة البنات كنخليو الحشوة اللي ولا كتبرد وكنبدأو بالحشوة الثانية بعدما كناخد الورقة ديالي اللي كنت ديجا خدمت معها بيكم خدمت بيها معاكم عفوين خدمت بيها معاكم البريوات دياللوز فاقلت ما عديش نضيعها ضروري نخدم بيها شي حاجة باش ما تضيعش تشي حاجة ما تضيع البنات صافي كنت غطيتها بمنديل وغطيتها بالميكا وخليتها في تلاجة فاقلت لعملين فقط يعني بديت بيها هيلولا باش ما تضيعش وتنشف اللي هي ديك الورقة عفوين صافي هنا كنحل هدوك الوريقات كاملين بعدما قطعناهم كيف كنت شوفوا على النصف كناخد واحد اللاطا اللي غدي ندخلها لالفرار يطيبو فيها هاد لينم وكندهنها بزيت وكنناخدو الورقة ديالنا الجهة الحرشة هي على الشكل كنخدموه والجهة اللي كتكون من السكت تكون من التحت كناخدو الفرماج على هاد الشكل من التحت وكنجمعو ديك الجواني بالتحت هكذا باش ما يخرش لنا الفرماج منين ندخلو الفران هاد يدوب فكنتفادوا انه يخرج لنا من الجناب كنجمعو الجناب مزيان وكنلفو هاديك اللينام ديالنا على هاد الشكل وكنجمعو القنص ديالو بشوية ديال الطحين كي يكون مخلط مع الماء وكنستفوها في اللاطا ونبدو عو تاني وحد اخرى كناخدو الفرماج كنحطوها هكذا في الاني من التحت حطوها البنات على العرض من الاحسن بحالك ديال العرض متحطوش على الطول وصفي كنجمعو الجواني وكلفوها بكل سهولة ولكنت عندكم الورقة جديدة غتتحكمو فيها اكتر انا عندي كي في موقع تلكم الورقة كانت شاطلية ما بغتاش تضيع فاخدمت بها ووجات مزيونة صراحة موقع لها متهرسات متاشي حاجة صفي غدي نستمر طاقة نكمل النام ديالي كاملين وغدي ندهنهم بالخالط اللي عندهم الزبدة يدهنهم بالزبدة ونادهنتهم غيب شوية ديال الزيت باش يتحمروا في الفرران ويجي المنظر ديالهم بزوين وما يجيو شاك دك يعني جيها محمرة وجيها ما محمرة صفي غدي ندهن الكل وغدي ندخلهم الفرران من درجة حرارة ثلاثمية من فوق والتحت تك يطيبون لنام زيان إليك الفرران ديال يعني غير ديال الغاز فكن نشال الفرران تك يسخون مزيان وكن نحطو هدوك اللينام يطيبون لنام من تحت عاد كان نهبطوهم يعني تكون العافية فوق منهم هنا غدي ندوز الحشوة تانية كيف ماشتو نفس طريقة ديال الحشوة الاولى نضيفو شوية التشارية الصينية مع ذوك الفروماج كنحاولو نهزو من هنا ومن هنا يعني نهزو الحشوة كاملة وكن ندرو يعني واحد سيجار ما يكونش غليط بزاف باش ما يترتقش لنا العجينة وكيف ما كتشوفو كيكون هدوو المنظر ديالو بعد ما كملنا قد نسته مرة غا نكمل الحشوة كاملة اللي عندي وتهياء قد ندهنها بالزيت البنات كيف ما كتشوفو قد ندهنها بالزيت من الفوق وندخلها على الفرران تهياء على درجة حرارة ثلاثمية وتيكون هدوو الطبق ديالنا بعد ما خرج من الفرران فصراحة كيجي وارين بزاف البنات نتمنى تجربوهم كيف كاتشوفو هدو كتجي الحشوة الثانية والحشوة اللولة بالفروماج وتيجيو هدو اللين مغزالين واقتصادين بزاف بل اخاصة ديال الحوتس يعني بتوابل ديالسمك كنخدموها بطريقة دكية واقتصادية وكانت من ان شاء الله الفيديو ديال اليوم من العجابكم وترجعوني باللايكات ديالكم كيف العادة وتعليق زوينين ديالكم شكرا لكم بزاف والى الحلقة ان شاء الله الماجية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر